بدأت إذن إنعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر أين سجل الجنيه الاستلليني تراجعا كبيرا لأول مرة منذ عقود عبر الأسواق المالية كما هو الحال بسوق سوداء للعملة بالسكوار بالعاصمة الجزائرية تفاصيل أكثر مع محمد بومشو لم تتأخر أسواق المال لتعلن بدورها أولى تداعية عملية خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فجولة قصيرة فقط قادتنا إلى باعة العملة الصعبة بساحة بورسعيد بالعاصمة كشفت عن التراجع الكبير الذي سجله الجنيه الاستليني أكبر متضرر من عملية الانفصال عكس الأورو الذي حافظ سعره على مكانته الخروج التاريخي الذي سوت عليه البريطانيون وبدأت أولى هزاته تظهر في أسواق المال قد تطال حسب الخبراء لتشمل مجالات أخرى هذه التداعيات سوف تكون أولا على الخدمات المالية كما ذكرت تكون على الصناعة الميكانيكية لأن من أكبر عماليقة صناعة السيارات موجودين في بريطانيا نذكر مثلا كين طيوتا وكين نيسان إضافة كذلك إلى الصناعات الميكانيكية الصناعات البتروكيميوية كذلك وهناك كذلك أثار شلبية سوف تمس الاقتصاد بصفة كليا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي بدأت تداعياته تظهر على عملتها فهل ستستفيد الجزائر من الناحية المالية خاصة وأنها تعتمد في أغلب مبادلتها التجارية مع بريطانيا على الدولار الحصد